هناك يعني تحاذل ممكن نسميه أو من جانب المجتمع الدولي في التعامل مع الحوثيين يعني المجتمع الدولي يمارس ضغوط قوية ودائمة ومستمرة على الحكومة اليمنية لتقديم المزيد من التنازلات في الوقت الذي لا يمارس ضغوطات جدية وقوية على الحوثيين هذا يعني يحفز الحوثيين إلى أن يستمروا في وضعهم للشروط التعجيزية الواحد تل والآخر وبالتالي حقيقة هذه الهدنة سواء كان تجددت أو استمرت فالوضع سيان الحوثيون مسيطرون على أغلب محافظة الشمال اللي لم تكن كلها ويهددون محافظة الكنوب وخصوصا المنشآت النفطية وسابقا كانوا يهددون أراضي التحالف السعودية والإمارات بالصواريخ الباليستية والطيران المسير وبالتالي لن تكون هذه الهدنة تجددها لن يكون مفيدا خصوصا أن الحوثيين هم الذين استفادوا من هذه الهدنة وليس الشعب اليمني ترجمة نانسي قنقر